11 ساعة بالشهر هي الوقت المستغرق لري مزرعة الراك من انخيل وأشجار وقمح وذرة وشعير بدون تدخل من أحده بنظام محكم ودقيق يستهدف ترطيب التربة وخلي تحتها خط أحمر وظهرت النتائج إني أصرف بالشهر 26 ألف جالون يعني مثل هذا الخزان خمس مرات فقط طيب كيف سلمك الله لو تركنا الحكي لنظام الري القديم اللي عشان تسقي هذه المزرعة بتحتاج أكثر عن 50 ساعة تشغيل الدينما وصرفية تعادل 120 ألف جالون يعني مثل هذا الخزان 24 ضعف لاحظ حجم الفرق اللي يوصل 96 ألف جالون ناهيك إن الفكرة تمنح العامل وقت أكبر لأداء أعمال أخرى وتقليل من انتشار الحشائج الضارة والأمراض الفطرية وتحافظ على المخزون القوفي للمياه يقصد إنه التشغيل القصير المتكرر للنظام أعطى نتائج ممتازة وخلى الأرض دائمة الرطوبة بدون ري مغدق وغزير وهذا ما تقدر توصله إلا بهذا النظام اللي مؤسسة تكنولوجيا النمو تضبط لكم والنظام مربوط بمحابس إلكترونية موزعة في الحقول الزراعية تفتح وتغلق حسب مؤقت الري والديلمة معاهم تفتح وتغلق حسب توقيت كل محبس ففكر والله الموفق